رغم انه اموره وسيم اللي انه عمره ما طلع عنه حتى اشعة واحدة انا علاقة نسائية لي مع حد من جوه الوسط الفني او حتى من براه وبنته حلم بيها قبل ما تتولد بتلات سنين واتجاوز من مزيعة اثروا الجدل سوا في الوسط الفني كله بعد ما اعلنوا جاوزهم تارو نعرف هو مين وايه الحكاية الفنان ممدوح عبدالعليم الوسيم الجميل وفي نفس الوقت الراجل الهادي والرصين واللي عارف كل كلمة بتخرج من بقه رايحة فين وهتعمل ايه لما الناس تسمعها كانت حياته رغم هدوءها ورغم نجاحات كتير قدر يحققته لحياته بس فيها حكايات كتير لا يمكن حد يصدقها ابدا ايه هي بقى وعمل فيها ايه؟ هحكي لكم كل حاجة في الفيديو ده ممدوح عبدالعليم او رفيع بيه زي اشهر ادواره في مسلسل الدق الشارد وليكان الوش الساعد وطاقة القدر اللي اتفتحت له وبعدها الناس حبيته جدا لدرجة انه كانوا بيسموا الموليد الجديدة رفيع عاش حياة هادية جدا زي ما رحل عن الدنيا برضو بطريقة هادية بس كانت اول قرارات في حياته انه يعمل عيد ميلاده في شهر مختلف تماما عن اللي اتولد فيه علشان يبعد عن كل العيلة اللي عيد ميلادهم في شهر واحد دول وده لانه هو امراته وبنته وحما كلهم من موليد شهر نوفمبر فهو بقى علشان يهرم من كل ده ويبقى الواحده بعيد عنهم قرار غريب شويتين هو انه يعمل عيد ميلاده بعد ما يحتفل برأس السنة في 31-12 ويجبوله تورتة وخلاص والدنيا تمشي انما انه يتعملوا عيد ميلاد في الوسط الزحمة ده لا يمكن ابدا اما باقصة حب معمراته اللي هي مزيعة كبيرة وهي شافك المنيري اول ما اعلنوا الدنيا تقلبت لان الموضوع ما كانش متوقع بينهم ابدا بالعكس دي كانت الدنيا بينهم بعيدة تماما بس الحب بقى ما يعرفش كبير فاول ما حصل بينهم لقاء الاعجاب بدأوا وفضلوا اصحاب لمدة سنة وبعدها قرروا انهم يعلنوا عن الجواز وياخدوا الخطوة اللي كانوا مأجلينها لحد ما يعرصوا بعض كويس وده لان طبعا الاتنين كانوا متجاوزين متأخر فالجمهور نفسه ما كانش متوقع ان ممدوح عبدالعليم مش متجاوزة اصلا حب ممدوح عبدالعليم شافكي وكان باين عليهم جدا وكان الوسط الفني كله بيحلف به من صدقه واللي كان باين عليهم الصدق ده ما عداش مرور الكرام كده لا ده كان بيبان في كل خطوة بتاخده شافكي في حياتها سواء في حياة ممدوح او بعد رحيله ممدوح عبدالعليم ما نقدرش نقول انه مات كبير ابدا بس الاهم انه رحل زي ما بيقوله كده واقف على رجليه وهو بيلعب رياضة جات له ازمة قلبية فرحل عن الدنيا شافكي بعدها تقريبا ما كانتش بتظهر وعملت لي كتاب اسمه ايام في بيت المحترم والحد النهاردة مش قادرة تتجاوز رحيله في اي مناسبة بتمر بيها اما بقى بنته هند فدي قصة تانية خالص لانه حلم انها هتيجي الدنيا قبل ما توصل بتلات سنين وكتب لها جواب من قبل ما يشوفها وصف لها قد ايه ما شعره ازاي وهي كمان كانت بتكتب له جوابات حتى بعد ما رحل عن الدنيا علشان يفضل الود بينهم متصل بس خلاص بقى هنا ما بقيتش طفلة اللي سبها مندوح ورحل عن الدنيا دي كبرت وخلاص اخذت الماجستير وهي كمان سنها صغير وده كان في زروف صعبة جدا هو رحل والدها واللي كان خل مامتها تشجعها جدا علشان تخرج من ظروفها الصعبة واتحقق النجاح الكبير بتاعها وكمان سندها في حياتها خلع عمر المنيري واللي كان واب تاني لها وهي هي حققت حلم والدها الراحل واللي كان نفسه شوفها متقدمة في حياتها العلمية انتم بقى لسه فاكرين ايه للفنان مندوح عبدالعليم في حياته واعمال وشاركوني برأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة